انا بكلمك بالسعادة اللي حاسب هي القالة دي ليكن يعني مملكة جماهير اخرى مش جماهير يا أستاذ ابراهيم والله ما جماهير ياريتها جماهير الجماهير مفهوم كل جمهور عايز يفخر بفريقه هناما انا شفت كلامة قال يعني للأسف الشديد من ناس كويرة ونقاد ومش قادرين يخبوا وزعلهم وده مدايتهم من كويس ان انت قلت كده لانه الحقيقة جماعة الاهل بيلعب باسمه مصر وبيلعب باسمه هو كنادي مصري وخلفه هذه الجماهير الكبيرة لما ألاقي لاعب سابق في النادي الاهل زي رضا عبد العال واحنا قليل جدا لما بنتعرض للكلام اللي بقوله رضا عبد العال رضا عبد العال او غيره من اللعبة القدامة لو بتتكلموا اراء فنية انتوا لكم مطلق الحرية فيها ان انت تقدر تقول رأيك الفني ان الاهل فريق وحش خلاص دحاقك ودائما بقوله الجمهور هو انتوا اللي بتمتعدوا من الاراء فيه اراء لها قيمة وفيه اراء ملهاش اي ستين لازمة حط كل رأي في المصف اللي يناسبك لكن الرأي الفني يأخذ ويرد عليه يعني ما تقتنعش وما تتدايقش ان حد يقولك رأي فني دايقك ما يدايقكش ده رأيه الفني لكن اللي يدايق فين؟ التشكيك في شرعية المكسب هنا انت اتحولت من واحد بيقول رأي لواحد بيوجه التهام لا بشكل دائم بيوجه التهام ويقلل من قيمة المكسب ما انا بقول لكم لو بيتكلم في النواحة الفنية ممكن واحد او اتنين يصدقوه وكم مليون يرفضوه رأيه الفني هو حر فيه لكن الرأي لما يتعلق بالتحكيم وصحة هدف ولقطة كل الناس شايفاها وخبراء التحكيم اجمعوا عليها يبقى بيتحول من صاحب رأي الى مواجه التهام بشرعية الفوز او بما يمس شرعية الفوز مش بس كده هفكرك بس هشوف اوريك رضا عبدالعال مع محمد فاروق والاتنين لعبين سابقين في الاهلي بيتناشوا في المسألة ومش حنرد عليهم زو الاختصاص اللي حيرد عليهم يا رب يتعلموا بالذات الكابت الرضا اصل التحكيم لانه فعلا امر سيء جدا ومسيء او ان انت تتكلم في وقاعة تحكمية وانت كمان مش عارفها نشوف رضا عبدالعال مع محمد فاروق ومصري بن مصري مش مصري لا لا ومصري بن مصري يا عم احيات الجندة والاهلي يكسب ثلاثة هنطلع ونقول المزيكة والمدرسة فتحت والاداء ماشي بس برضو كانت خلاص يعني الكرة لا انا بقول حق ربنا انا مش زيت او مش زي اي حد لا اسمع كلام انا كانت الحق ربنا طبعا انا شخصيا اسمع هقول لك حاجة انت ما تصلتش بيا وقلتلي الكرة مش جون لا بس قلتلي الكرة جون الكرة جون انا بقى بالليل اسمع بس مش في خدعة سلمائية ما انا هقول لك مش في خدعة انا تلاقيك لايف وبيسألوني على اللايف كابتن الكرة دي قلتلهم الكرة جون لما زيب بس الاهلي كس التلاتة رجعت عادت اتفرج عليها اسمع بقى والله لا اسمع اسمع اسمعني مسئس اسمعني مسئس مدام انا انا مانديش مش كله هدع وبص واشوف واتأكد انا قلت الكلمة صحة ولا غلاء اهي لا بقيت ان الكرة لمست كابتن انت شوفتها لما سيت شوفتها تاني والله العظيم لمست اقسم بالله كابتن لا متحلش لا انا بقولك في خدع بص بص في خدع مخرج اسمع الكلام وفي خدع سينمائية وفي خدع كروية هيتعمل الدو واللحظة اه طبعا 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 اسمع بس اسمع بس نفسانيا بتبقى متحضر اسمع الكلام كابتن ما تخلينا بقى نتكلم بقى بمعورة هاي الكرة ايه وراك ايه هاي الكرة وراك ايه هاي الكرة وراك ايه عشان يا خدع ما جاتش في ايده بص بص لو جات في ايده انا هقولك بقى التحليل لو جات في ايده يتنزل قدام رمي ربيعة يتعد الراجل انت راجل اللي بكرة لو هي قطشت مش لمسة 100% رمي ربيعة للراجل اللي هو سبعة ما زلت مصمم من الكرة جون طبعا انا انا غيرتها وانت تخش معاه القبر بدليل ولا لعب من النادي الاهلي احتاج الجمهور قاعد يقول لك العب يا اهلي العب عارف ان الجون ما فيهوش اي لغط وما فيهوش اي لاوش يا بدع سيبك من الاوانتة دي والله بيسيبك من الاوانتة دي وربنا وربنا انا هعلي بقى لو للاهلي وربنا جون ورب الكون اللي خلق الكون لو للنادي الاهلي جون ولو هو كان لمس مش هتيجي اليد ومش هيجيبلك خالص اقسم الكابت الرضا بالعظيم وربنا لو الاهلي جون يا كابت الرضا ماشي هنعتبر انك شفت كده بس انت مشوفتش كده ايه اللي مزعلك قوي ان الفار رجع وشاف الكرة وتأنى وحسبها تقولوا لأ ده المخري بتديت تطعن في طاقم التصوير وطاقم التحليل وكل الناس اللي هي المصريين وفي زمامهم عشان متدين كرة متحسبتش جون ليه مهما كنت زعلان من النادي الاهلي مهما كنت في لحظات ماينفعش نتجاوزها ماينفعش لازم نتطرف قوي كده في اظهارك هنا وعلى فكرة مافيش مبرر حتى انك تكره النادي الاه حتى لو حالت يا سيدي نعتبر انك كنت زي ما قلت ما احترامش تاريخك وانا مش فهم ليه هو احترام التاريخ ان يشغل الناس لا احترام التاريخ انك انت كلعيم كبير الناس كان بتقدرك وبتشجعك وعملتك بمنتغ الاحترام ومحدش كان عليك حق ليه 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 باستمرار عايز تصدر صورة الاهلي في اتجاه معاين سلبي 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 وخلاص لماتش خلص ثلاثة صفر مش هين عليك الناس تفرح مش هين عليك ما تخدش هذا المكسب مش هين عليك ما تشوشارش عليه وضع يعني انا الحقيقة ما حبوش للعيم كبير زي كابتل رضا يعني ناس شوف رقم واحد الاستاذ نشأة تديه رئيس المحطة ده واحد من مجلس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هل اصبح التشكيك في بطولات الاهلي امر مستحب ومطلوب؟ هل اصبحت بطولات الاهلي والحق الشرعي فيها امر مستحب ومطلوب؟ في حرص دائم على التشكيك في بطولات الاهلي في حرص دائم على مس شرعية حقوق الاهلي ده امر واضح جدا انا بتكلم على انه لو الامر يتعلق بي اراء فنية لو بلغت ادنى درجات السطحية لكن تبقى حتى مع الاجنابي تبقى رأي فني الاهلي لعب وحش الاهلي لعب كويس الاهلي جاب جون الاهلي مجابش جون لكن لما يصل للامر ان انا في مباراة خارجية تقسم بالله العظيم يعني ربنا قالك ولا تجعلوا الله عرضة الا ايمانكم انت بتقسم بالله العظيم ده المفترض ان انت خبير قوي لا ده انت جاهل جدا باصول الشغلانة جاهل جدا باصول الشغلانة لانه الكلام على انه الحكم الخدع المصور عمل خدع سينمائية ودي خدع تلفزيونية وانه المصور اهلاوي يتبين انه محمد ناصر اللي ماتهم ما كانش هو مخرج المباراة دي حاجة طيب اصل دليل بتاعك انه جمهور الاهلي قاعد يهتف ايلعبي اهلي ايلعبي اهلي هو ده دوره الطبيعي مش كل واحد في السبعين الف مشجع اللي في المدرج هيقدر يشوف دقة اللقطة وإلا يبقى ما منهاش لازمة غرفة الفار غرفة الفار اللي كانت موجودة فيها ماريا دي من موريشيس كثيرا ما اهدرت حقوق للنادي الاهلي بطلت السوبر الافريقي والتاني اللي موجود معاها الحيل ابراهيم ده راجل جزائري يعني الطاقم ما هواش مصري والمصور اللي المتهم او المخرج التليفزيوني اللي انتوا بتجهالوا طبيعة عمل وعلاقته بالفار ما كانش محمد ناصر كان الزميل هشام عبدالود واتصل بهاني حتحوت عشان يتكلم من جهلكم يقول رأيه نشوفه لقطة الغاء الهدف اللي سجلوا مهاجم فريق مازمبي الكنجولي تواصلنا مع مخرج المباراة اللي هو مش الاستاذ محمد ناصر لكنه الاستاذ هشام عبدالود وتواصلنا ايضا مع حكام في تقنية الفيديو يديرون المباريات الدولية على مستوى الفيديو عشان نسألهم هي القصة قصة فار ولا قصة مخرج فكانت الاجابة هي نفس الكاميرات لا يوجد اي نقاش بيني وبين حكام الفيديو بالاساس بدأت المباراة باعتباره هدفا بدأت الاعادات باعتباره هدفا وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو المخرج ما بيكونش ليه اي دور الا انه يبين النافذة على الشاشة فاهم يعني ايه يعني اللي بيستخدموا الناس جوه تقنية الفيديو انا دولي الوحيد كمخرج ان انا اجيبه لك على الشاشة بس لكن هلنا اللي بجيب لهم الاعادات هلنا اللي بقول لهم افتحوا دي هلنا لنا بقعد عيد لا الاعدادات بقى داخل النافذة من اختصاصات تقنية الفيديو يعني ايه يعني من الاخر حكم الفيديو اللي هي كانت ماريا ريفت ومعها الحلو ابراهيم هم اللي بيستخدموا الاعدادات السيتنجز يعني لو انت عايزة باللغة التانية بالانجليزي اللي هم بيختاروا انا عايز الاعادة دي او انا عايز الاعادة دي او هاتلي الاعادة دي اوضح اوريها للحكم اللي بيتفرج على الشاشة برا قبل بداية المباراة ده لو هترجع لورا خطوطين نقوم وده على لسان مخرج المباراة بعمل اختبار على الكاميرات سويا لكن في اثناء المباراة لا يوجد اي نقاش بيني وبين حكم الفيديو وهذا ما اكده لنا ايضا حكم فيديو دولي مصري خلال الساعات الماضية القصة الحقيقة مش قصة مخرج المباراة يعني هل نقعد نأكد المؤكد ونوضح الواضح لمجرد ان في حد نفسه انا لسه في الانترو بقولك ايه يعني ناس عايشة بفلسافة لا هي كده الغي خلاص كده برتاح انا كده انا متداق بس انا لما اقول كده هرتاح لانه بعد شوية بيصدق بعد شوية اللي بيكابر ده بيصدق نفسه بيصدق نفسه بيصدق نفسه ان الكون فضرلية اقوى من دور الابطال بيصدق نفسه ان خدعة بيصدق نفسه ان المحمد ناصر اللي كان بيخرج بيصدق محبير تاح كده لانه هم اتداق ان جون اتلغى بيصدق جماعة هي المشكلة الكبيرة بجد ان احنا نصل الى درجة التخلف ده ده تخلف تخلف رياضي ليه لانه الناس بتحلل وتعلق ومش عارفة تفاصيل الشغلانة تمشي ازاي انتم تخيلين ان احنا بقى لنا السنين دي كلها في غرفة البار والناس اللي بتتصدى للرأي العام وبتكلم الجمهور هم نفسهم مش فاهمين اصلا هي تقنية الفيديو دي اتشغلت ازاي فيتقى مخرج المباراة اي حد يعتقد انه مخرج المباراة للتلفزيون له علاقة بالفار ده جاهل 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 حقيقي باصول الشغلانة يا جماعة الكاميرات اللي موجودة في الملعب زي ما السيد هشام عبدالود اتصل بهانا حتحوت وقال له انا مليش دور غرفة الفار بتدخلها كل اللقطات اللي الكاميرات جايباها اللي فيه نسخة منها رايحة لعربية التلفزيون اللي المخرج بيختار منها لصورة التلفزيون اللي انتم بتتفرجوا عليها غرفة الفار جايالها كل الرشز بتاع الكاميرات مش اللي المخرج ادهالها المخرج معلوش اي سلطة ولا اي دور في انتقاء صور بتدخل لغرفة الفار على الاطلاق حاجة الوحيدة اللي المخرج بيعملها الحاكم وهو بيعمل check var وهو واقف قدام المونتور وهو واقف قدام المونتور الصور اللي جاي له دي جايه من غرفة الفار الرجل التقن في غرفة الفار زبط له لقطة وقال له هي تفرج عليها فهو بيتفرج على اللقطة على المونتور اللي انتم لما بتبهوا شايفينه اللي بعتها له غرفة الفار مش مخرج المباراة مخرج المباراة كل شغلانتو بيروح جايبه من الظهر كده عشان يفرجكم عليه وهو بيعمل تشيك فيديو فقط لا غير لا بيتحكم في لقطة ولا خدعة سينمائية ولا الكلام الهائف اللي انتم بتسمعوه ولا ليه دور لمحمد نصر ولا عبد الودود في غرفة البر على الإطلاق